هنا الموصل وتحديداً في شارع النجفي المدمر يصر الشاب مصطفى سماعي الخليل على الحضور مبكراً لافتتاح مكتبته رغم الشلالي الرباعي وظروفه الجسدية الصعبة في ظل الصمت المجبر عليه يحاول مصطفى أن يجد ضلته بين الكتب ليرسل أملاً ما في مكتبة اختار لها شعار اقرأ لكي ترتقي في ظل توجهه لحث الشباب العراقي على القراءة مصطفى كان يجمع كتب من الزيارات والمكاتب ومعارضة دولية والمحافظات بعدها صار عنده كتب كثيرة فقرر أنه يفتتح مشروعه خاص به شاف أنه هي هواية عنده ويفتتح باب رزق من جانبه يؤكد والد مصطفى أن هذا التحدي ليس التحدي الأول الذي يخوضه ابنه فقد استطاع تعلم الكتابة رغم حالته المرضية ويضيف والد مصطفى أن ابنه أصر على متابعة تعليمه الجامعي ليقوده حبه للكتب لافتتاح مشروع لبيعها عبر الإنترنت ثم ليطوره إلى مكتبة اختار افتتاحها في حي النجفي بالتحديد في رسالة لإعادة إحياء هذا المكان التراثي والثقافي أوصل رسالة لأصحاب المكاتب والمحلات اللي بشارع النجفي أنه تعالوا فتحوا أفتحوا محلاتكم ورجعوا الحياة بهذا الشارع شارع النجفي يعتبر شارع الثقافي والأدب الرئيسي بالموصل هذا الإصرار يبدو سمة ملازمة لمصطفى الذي يريد بعث الأمل بنفوس الشباب العراقي وخصوصا في الموصل على وجه التحديد لتنهض وترتقي من جديد